أنا في فترة الحداد وأرغب في الخروض لمشاهدة منزل لشرائه ما الحكم؟ يا إخواني المحادة تخرج لجميع حاجاتها يعني تخرج تشتري من الصيدلية من البقالة تروح سوق الفضار الجذل عيالها إذا كان عندها عمل تروح لعملها إذا كانت مشاركة في التحفيظ تروح تحضر دروس التحفيظ إذا أحبت مثلاً أنها تخرج في حديقة تشمها وتخرج إذا كان مطر وأرادت أن تخرج للسير تخرج جميع حاجاتها تخرج لها لكن بس في الليل في الليل يعني إذا أرادت النوم تروح لبيته في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نساء قتلى أحد شهدى أحد كنا يجتمعنا عند إحدهم يعني كل خمسة سبع يجتمعنا فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا نجتمع عند إحدانا ونبي نبيت عندها نريد أن ننام عندها قال لا تحدثنا فإذا أردتنا النوم فلترجع كل واحدة إلى بيتها فالنبي أذن له أن يروح ويجتمع ويسولف عرفت لك في ذج النوم ترجع الوحدة إلى بيتها الناس الآن يا أخي ضيجوا على أنفسهم لدرجة يعني شفق أغرب الأسئلة وحدها مع ولدها في شجة شجتين متجاورتين في دوره واحد نعم يقول لها ولدها التعالي عندي تقول لا بجلس أحسا حدادي ما أجيك ما تطلع من باب الشجة تقول لها بجلس أحسا هاي بنت الحالكي مع ستحداد وهذا لا يظهر لا لا أبو فلان ما أنا بمزعلت أن أبو فلان في جبرة فأبو فلان ما عادوا بسائل أنت طلعتي ولا رحتي ولا ديتي ولا لا علاقة هذا الإحداد حق لله تعالى فرضاه في تنظيم الحقوق الأسرية لكن هاش هذا بعض الناس الآن تسأل تقول أنا في بيت حوش يجوز اللي أطلع في الحوش ما تريد حتى تطلع منه في نفس بيتها هذا الحوش بيت